السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم اخوتي اخوتي في قناة وسط صوفيا كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله اليوم سوف نجدو واحد الكيكة اللي هي بالكيوي وكتجي غزالة روعة تابعوا معي الطريقة والمقادر اول حاجة سوف نصوب واحد الكريم الكريم باتي سير كيف كتشوفوا معي باش نخليها كتبرد شديد الكسرونة درت فيها واحد جوج كيسان دي الحليب برد طبعا وغادي نضيف واحد الصاشي ديال لفاني طبعا المقادر ان شاء الله غا تلقاوها بكتوبات تحت صندوق الوصف بفما العادة هاد الكريم كيتووجد بسرعة هنا قدرت نسكاس ديال الساندة والساندة كتفقى دائما على حسب الضوء يعني كل واحد كيلي كيبغي الحلاوة كيلي كيبغيها نقصة جوج كيسان ديال حليب الصاشي ديال لفاني وكأنسكاس ديال الساندة واحد بيضة كاملة وكندير واحد المعلقة مملوقة بميزينة او نشاء الدورة كنخلط هاد كنخلط هاد كنخلط هاد لعناصر مزيان حتى كتندمج مزيان وكندير تفوق العافية مهيلة مع استمرار في التحريك ما تحبسوش من تحريك ضروري تحركو باش ما يلسقش ليكو ماداك الخالط في الكاسرونة ويعطي راحة الحراق اللي يعطي راحة الحراق كي يعطي الماداك دياله خايب هنا من بعد ما درتو في العافية اختار وكتشوفوا القوام دياله كدير حصلت على واحد الكريم اللي هو تخوليس يعني ارطيت طب وقوام دياله كيف كتشوفوا معي دا بعدين نغطيب واحد سلوفان او لب بلاستيك غدائي اللي عندك موجود غريش مجدوه دو خلال القشرة يمكنك ان تحيدي من كاسرونة ونضيف شئينة اخر باش يبردلك مزيان نضيفه وكنصابووو لببراي ديالكيك غادين صابووو فقط بوحد جوج بايضات وكنضيف ميموك مملوك ديال السيني دا يمكنك أن تزيد طيفي دانوناتها هي ديال لفاني ولا سوف تكتفي فقط باد المقادر اللي هادي اللي كان نحط لكم دابا نخلط هذه العناصر مزيان طبعا الكيكاة عادية و 1.5 كاس ديال زيت المائدة نستمر في التحرك نحرك الخالط مزيان نضيف 1.5 كاس ديال الحليب دافي لا يكون بارد لأننا دباحنا الجو بارد نستمر في التحرك في الحركة نضيف 1 كاس ديال الدقيق طبعا ديال الحلويات مع استمراء دائما في التحرك و نضيف 1 جوج خمارات جوج صاشيات ديال الخميرة حمر طبعا كنستمر في التحرك مزيان حتى كما حتى ما كتبقى ما كيبقاش لنادو كليزيك غيمو كاتولي كاتوليا ديك لابا ريتا هي نضيف 1 كاس ديال الدقيق غير مملؤ يعني 1 كاس ونص ديال الدقيق الفرس مع جوج بيضات و نستمر في التحرك فهد الأثناء كيكون المول ديالي راها ديجا ديرالي واحد سولوف ديرالي واحد بابي كويسون ولا دهناها بزبدا ومددرع ليه الطحين كنستمر في التحرك نضيف الآخر واحد معلقة ديال الخل الأبيض لأن هذا الخل هو اللي يعطينا واحد الخفة والطراوة في الكيك ديالنا كتشي خفيفة بزيف سوف نصب الخليط ديالي في المول اللي دهنتو بزيت ودردرت عليها دقيق كيف كاتشوفو كان نهز كان نهز البول ديالي الفوق باش هدك الخليط ديال الباري كيتهوى هدي الطريقة ضرورية كتساعد الكيكة في التنفخ ودبا غادي ندخلها للفران تكون واحد درجة حرارة متوسطة ما تحلوش عليه باش ما يتفش ليكم هدا هو الكيك ديالنا كيف كاتشوفو معايا ديال الجوج بيضات طلعات كبيرة وعاطية كنتقبها وغادي ندليها واحد تسيرو اللي صوبتو بالماء والسانيدة وبواحد تخونش ديال الحامض وخليتو حتى تقعي وغا نشرب الكيكة ديالي مزيان حتى كتشرب سيرو كيكون سخون وكيكة كتكون باردة ولا الكيكة تكون باردة وستيرو يكون سخون العكس كنشربو مزيان باش كتجينا الكيكة ديالنا رطبة وشاربة ومن بعد غادي ندير هدا كلا كريم اللي صوبت كتشوفو معايا من بعد ما برد مزيان خليته في تلاجه حتى برد مزيان عادي نعود نخلطه مزيان وغادي ندهن به الكيك ديالي كيف كتشوفو معايا غادي نديرو حتى الطبقة اللي غا تكون ساميكة غادي ندهن يمكنك تفتحيها حتى تفتحي الكيك ديالي وكو الدهني من الوسط ومن الفوق انا فقط كتفيت غير من فوق ديال الكيك ندهنتو اعطيتو واحد الكوش شوية غليضة ديالة الكريم وغادي نستفعليه الكيوي كيف كتشوفو معايا كيف كتشوفو معايا علاش درت هاد الفاكهة ديال الكيوي بحيت بزاف ديال الناس اللي كتكون عندهم هاد الفاكهة هادي فقط كيستغلوها في العاصير او لا كيدديروها في صلاد فروي وهي كفكرة في الصراحة رائعة تديريها مع الكيك والله العظيم إلا كدشي روعة في الماداق كدشي واحد الكيكة منعيشة بهذا الكيوي هادا جربوا اكيد غايعجبكم صدقوني جربوا الكيوي في الكيكة ديالكم سيغتو مع هاد الكريم هادا اللي كتقطعهم بطريفات صغر وترميهم فوق الكريم عا نكمل الكيوي ديالي على هاد طريقة هادي كيف كتشوفو معايا كدشي واحد في الصراحة كيكة روعة في شكل ديالها لا شكلا ولا ماداقان كدشي روعة كتعطي واحد المنظر لكيكة ديال نزوينه كيف كان عرفو الكيوي الفوائد اللي في هاد الكيوي هادا يعني نستغله هاد الوقت دياله نستغله في الكيكات في الطرطات في العصيرات وجربوا هاد الكيكة اكيد غادي تعجبكم وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيجي كيف كتشوفو بلماند هنا بنباج ولا هكال لان اصلا هو كطلق الما دياله كيجي عاطي ذاك اللاما عن دياله هاد هي الكيكة ديالنا كنتمنى تعجبكم غادي نقطع لكم واحد صنش باش تشوفوا القوام ديال هاد الكيكة سيقتوي لخليتيها تبرد مزيان في اللاجوعات تاكلوها كتجي روعة في الماداق هادا هو القوام ديال الكيك اللي بجوج بيضات وبالكريم وبالكيوي كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تجربوها اكيد غا تعجبكم اكيد اكيد غادي تعجبكم الماداق دياله ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك في القناة وبالضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وكنا نقول لكم مع السلامة والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة